دلوقتي المشاهدين معاد موجز لأهم الأخبار معادينا تفضلي دين شكرا لك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبد الفتاح سيسي للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمة تهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ودع الرئيس سيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يعيد الله علينا هذه الأيام وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات كما دع الرئيس سيسي الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر ويحفظ مصر وشعبها تبادل الرئيس عبد الفتاح سيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخمة والسموم ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وعرب الرئيس سيسي في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين أعرب عن أصدقة هنيه القلبية بحلول الشهر الفضيل دعينا الله عز وجل أن يعيد عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات كما أكد الرئيس سيسي أن حلول شهر الصيام والقيام مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها والتي تحثنا على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف لشعوب الأمة الإسلامية وشعوب العالم كما بعث الرئيس سيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها سفراتنا وقنسلياتنا حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المباركة وطلق الرئيس سيسي ببرقية تهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهنيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصر نال حبيبة بدوام الرقي والرخاء تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيسي أعرب عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من شقيقه الرئيس العراقي متمنيا لدولة العراق الشقيقة تحقيق الأمن كما أجرى الرئيس سيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية حيث أعرب سيادته عن خالص تمنياته لشعبي والحكومة المملكة بكل التقدم والإزدهار بمناسبة الشهر المبارك وقد أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعبا هذا وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرينية متمنيا للبحرين والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك دعينا الله أن يعيده على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الجزائري عبد المجيد تابون معاربا عن خالص تمنياته للجزائر الشعب وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم تقدمت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وقالت السيدة انتصار السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن شهر الكريم يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم منه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تتجدد القلوب والأبدان ودعت قرينة رئيس الجمهورية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها رحب التحالف العربي بإعلان المباوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بدء هدنة لمدة شهرين في اليمن وأكد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي دعم التحالف أعلان الحكومة اليمنية قبولها للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة كما ثمن جهود المباوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة التي يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية اليمنية قال نائب رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية إن أوكرانيا وروسيا نفذت عملية لتبادل الأسرى وقال مسؤول الأوكراني إن موسكو وكييف تبادلت الأسرى في صفقة تم بموجبها الإفراج عن 86 من أفراد الجيش الأوكرانية وأشار إلى أن عملية التبادل كانت نتيجة مفاوضات السلام الجارية بين الجانبين قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا تحقق نجاحا ولا بد من زيادتها وعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في أن تقف الصين التي لم تفرض عقوبات على روسيا إلى جانب أوكرانيا نهاية مجازة تاسعة فاصل ونهارد لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر